اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محركا اساسيا وعنصرا مهما للدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الى جانب العمل على تحول الاقتصاد الى اقتصاد اكثر انتاجية لمواصلة جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات نعم جاء ذلك لدى مشاركة معاليه يوم امس في المنتدى السنوي السابع للمالية العامة في الدول العربية والمنعقد في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وفي كلمته نوها معالي الوزير بما يمثله المنتدى من فرصة قيمة لبحث سبل تعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وحسن ادارة الدين العام بما يشمل تطوير اجراءات الانفاق الحكومي وترشيدها لضمان كفاءة الصرف وتعزيز سياسات الارادات العامة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يعود بالخير والنماء لصالح الدول العربية وبحث المنتدى اخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيد الاقليمي والدولي حيث جرى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالافاق المالية للدول العربية وابرز التحديات التي تتعرض لها ضمن النطاق المالي بما يشمل الامن الغذائي والاجتماعي كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاولوية ترجمة نانسي قنقر